موسيقى 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 هنعمل النهاردة ابل كيشان تاني على windows phone 7 ونمشي مع بعض خطوة بخطوة هنيجي من على الشمال toolbox نختار button ونحطو بالحكم اللي احنا عايزينو بعدين كليكي مين على button copy paste 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 وناخد الاربع buttons اللي عندنا نحطوهم تحت بالشكل اللي احنا عايزينو طبعا نصغر buttons شوية موسيقى تمام كده بعدين نقع البطن الاولاني سمي call والتاني email والتالت sms والرابع موسيقى 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 تمام كده يبقى احنا عايزين الابليكيشن ده نديله الاسم والرقم ورقم الموبايل هيعمل لنا كل نديله ال email والمسيج ويدخل على صفحة web تمام كده طيب دلوقتي هنبدأ نعمل الشكل الابليكيشن بتاعنا اول toolbox text block و هنعمل text block بالحكم اللي احنا عايزينو نصغره شوية كده مثلا ونحطه هنا و نيجي من العليمين نغير اسمه نخلي name مثلا تمام كده و نغير حجم الخط text بعدين نخلي 28 مثلا و نغير نوع الخط خلي comic اثن قد نضع و نقوم مابل نقوم باسترادات بدلا من نقوم باسترادات وجهد اسمه من العالمين و نضع الموذج و نقوم باسترادات و نقوم باسترادات و نقوم باستردات ناخد كابي تاني وبيست نخلي واحد للإيميل نصور شوية ونغير اسم العلمين نخلي إيميل كابي بيست نخليها للإيميل ميسج تمام كدر وبعدين كابي وبيست تبقه للإيميل ميسج تمام كدر وبعدين كابي بيست للويب ميسج 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 الشكل ده نكبر شوية بعدين من العلمين شالك من التكست بوكس عشان اليوزر يقدر يدخل النام اللي هو عايزه بعدين كابي بيست هنحط واحدة قدام الفون نومبر وكزلك في الباقي كله حد ما نخلص كل التكست بوكس بالشكل ده كل اللي عملنا نحنا اخذنا كابي بيست وزبطنا أحجامهم بس وزبطنا الشكل الأخير بعدين هنبدأ بعد الوقت نعمل الكود نضغط دابل كليك على كون حن الاول حنستدعي الباكيج والاسمها using microsoft dot phone dot tasks تمام كده شال نعرف نكتب الكود تانا بعد كده هنكتب where call ساوي new phone call task بعدين display name ساوي بعدين نرجع هنا نشوف احنا كنا عايزين نحط النيم في التكست بوكس الأولاني يبقى text box one dot text comma بعدين الفون number وزبط نساوي هنلاقي هنا نحنا كنا نحطرينه في التكست بوكس 2 يبقى text box 2 dot text مم كده نقفل ده بعدين call dot show بس كده هنلاقفل هنلاقفل نحط سمي كولم وقلنه هنلاقفل كده احنا خلصنا ال function بتاعت call ندخل بقى في ال email نعمل نعمل variable تاني var سمي mail شكرا سما نوع through Process Daily من هنشوف احنا تو دوت كان لقيه هنلاقي عندنا الايميل في تاكست بوكس 3 يبقى نجي هنا نكتب تاكست بوكس 3 دوت تاكست قاما وبعدين باجي اللي هو محتوى الايميل نفسه ساوي تاكست بوكس 4 دوت تاكست نقفل نحط سميكونو وبعدين ميل دوت شو بعد كده هن نيجا الاسمس هن نكتب الكود بتاها و نكتب 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 2 يساوي هنا تاكست بوكس 5 لا مش تاكست بوكس 5 و تاكست بوكس 5 تاكست وبعدين نقفل سميكورو بعدين sms dot show بعدين اخر حاجة عندنا الويب double click بردو عشان يفتح لنا الكود بعدين where web سوي new web browser web browser task بش web browser بس نفتح لحط الURL بتانا احنا هنا مخلينو اليوزر هو اللي يدخلو على تيكست بوكس نمبر سيكس يبقى هنكتب هنا تيكست بوكس six dot text نقفل كده احنا كتبنا الكود بتاعنا كامل نرجع هنا نغير بقى العنوان بدلا ما هو بيجنيو كده نقفل ممكن نخلي second application مثلا ايب تمام كده ونيجي تحت نخلي في النص نغير شكل خط كده كده كويس نخلي بولد شوية وممكن لو عايزين نغير الشكل عموما نخلي الترتيب مختلف نخليه عايزين نغير لون الخلفية نغير لون الخط نغير لون التكست بوكس براحتنا ودلوقتي قبل ما نعمل build هنتأكد بس من الكود تمام اه هنا نقص حتة صغيرة بسينا نعملها مفروض نكتب هنا web.show اهو تمام كده وبعده نعمل build تمام كده نيجي نعمل جبا اهو الابديكيشن بتاعنا عايزين مثلا نجرب الكل هندخل النام نرحين والفون نمبر دخل اي رقم بعده نعمل call call تمام كده in call عايزين نقرب حالة تانية مثلا نقرب الweb www.ping ng dot com بعدين web هيفتح لنا صفحة bin كده تمام كده الابديكيشن بتاعنا شغال كويس جدا شوفكو على خير ان شاء الله نعمل ترجمة نانسي قنقر